انا موتي وسمي موتي وسمي تقول لي اكتر حاجة بتكرهها في حياتك ايه اقول لك الراجل الراجل اللي يرجع في كلامه الراجل اللي يقول كلمة وهو مش قده دي اكتر حاجة تجنني لان يا جماعة الرجولة دي لها سمات عديدة ما وفي ناس كتير جدا مكتوب في بطريقة ايه زكر رجل بس في ناس لا ينطبق عليها كلمة الرجولة او صفة الرجل فللأسف الشديد الواحد يا ما هيعيش ويا ما يشوف لو ربنا يعني ريد لنا في الحياة عمر ايا كان محدش عارف الواحد ممكن يروح امتى او يموت امتى هي دي الحقيقة الوحيدة في حياتنا لكن دايما بيكون الاهم انك تراعي كل حرف بيطلع من بؤك لانك هتتحسب عليه حلو الكلام ده جميله زي الفل لكن كون ان حد يقول تصريحات ويندم عليها عشان اتهاجم او تقطع او انتقد فدي مش شجعة ابدا بل بالعكس ده جبن لو انت مش قد حاجة ما تعملهاش لو انت بتقلق وبتخاف وبتتهز خلاص خليك جنب الحط وخليك ما تقولش اي حاجة قعد ساكت ما تتكلمش تمام واعتذر عن الحديث وما تردش على حد لكن للأسف الشديد كلامي او كم كلمة اللي تقولتهم دول في العموم لكن للأسف الشديد احنا يوم السبت اللي فات اتفاجئنا كلنا الصبح بخبر اقالة طبيب النادي الاهلي الجديد الدكتور المحترم تامر ابو العني فده خبر مهم لان في الحقيقة دي اسرع اقالة في تاريخ الدنيا اسرع اقالة يعني الراجل تقريبا نكملش شهر هم تاتة أسابيع فبالتالي قلنا لأ نعرف الحقيقة ايه فتواصلنا مع بعض المصادر داخل النادي فقالوا لنا ان ما حصلش طوافق ما بين الجهاز الفني ومستر كولر مع الراجل طوافق شخصي وعملي لو تفتكروا كلامنا يوم السبت هتلقوا ان احنا قلنا الكلام ده بالزلط ومع ذلك دي وجهة نظر قلناها لكن دورنا الاعلامي بيحتم علينا ان احنا نسمع ويهد النظر الاخرى فانا قبل الحلقة يوم السبت قبل الحلقة يوم السبت رحت مكلم الدكتور تامر عبو العين ما ردش بعتله على الواتساب ما ايه ما ردش رحت ببلغ مدير التحرير مدير التحرير عمر فاهمي زميلنا العزيز قلت له عمر بعد اذنك تواصل مع الدكتور تامر عبو العين عشان داخل الحلقة خلاص كان كم ده قبل الحلقة بدئتين ثلاثة فافضل ورا الدكتور تامر عبو العين حاول تاخد منه تصريح لان ده حق الراجل ان هو يطلع يوضح برضه وجهة نظر واسباب الاقالة مع ان احنا معانا كلام اصلا تاني من النادي الاهلي او معانا خلاص تصريحات او معانا بعض يعني الكواليس من داخل النادي الاهلي فنجح الزميل عمر فاهمي مدير تحرير بلاس 90 انه يوصل للدكتور تامر ابو العين انا بحكي لك قصة بالضبط لما وصله قال له الوضع ايه اللي حصل اللي جرى الدكتور تامر ابو العين اتكلم مع الزميل عمر فاهمي لمدة تقارب من النصف ساعة حوالي 28 دقيقة ونصف بالضبط يعني كل الدقيق دي شكوى من الدكتور تامر ابو العين في حق الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي فطلب الزميل عمر فاهمي مدير تحرير البرنامج طلب طبيعي جدا قال له يا فنج تخش معنا توضح حبيب تقول وجهة نظرك ما فيش اي مشكلة تفضل قال له المحترمة الزميلة طلع ديف واللي انا قلت هولك ده حول اكتر من قال كده بالحرف لعمر فهم اللي انا قلت هولك ده لما اطلع مع الزميل العزيز في احدى البرامج الكبيرة طلع معه ديف بكرة فاحترام لي انا مش حينفع ادخل تمام وعشان واعد ولادي ان انا مش هدخل النهار فبالتالي انا اطلع اقول كلام اكتر من انا قلت لك ده فدي تصراحات على الزميل قال له طبعا دي حاجة محترمة طبعا انت متفق مع قناة زميلة او برنامج زميل فده كل الاحترام والتقدير ففيش اي مشكلة خالص يعني بنان عليه كانت تصراحاته بالزبط من غير ما نزود حرف عليها قلناها في حلقة ايه بقى يوم الحد اللي هو مبارح لكن احنا نقصنا منها بعض الجزئيات اللي اتكلم فيها وحزفنا بعض تعليقات الدكتور تامر ابو العنين لان بصراحة ترفعنا على ان احنا نذكرها ترفعنا احنا قلنا قبل استصراحاته ومرضناش نقول الاكتر من كده اللي هو قاله لان نخدنا ايه او بالنسبة لنا اللي همنا الرأي والرأي الاخر في اطار الاحترام في اطار الاحترام لكن كان دائم الدكتور تامر ابو العنين في ايه دائم القول ليه زبيلي عمر فهمي من خلال هجومه على كان دايما يقول له خلي بالك كانت لازمة يعني خلي بالك انا الماني وما بكدبش وانا رجل واضح وكل بيت يرجعش فيها اختر من كده في البرنامج اللي هطلع فيه دون ذكر اسم البرنامج خلاص فبالتالي احنا كبرنامج كندورنا ايه ان احنا نعرض وجهة النظر تبقى لبعض المعلومات اللي عندنا اللي سعينا لها من جهة ومن تصريحات على لسان الدكتور تامر ابو العنين من جهة اخرى لكن في الحقيقة اللي انا عرف اللي يقول تصريحات ويرجع فيها وارد جدا ان هو يشخص ويرجع في تشخيصه ده اللي انا عرفه عضلة ضمة تبقى خلفية سمانة تبقى امامية الحاجات دي تخلي الواحد يتلغبط تخلي الواحد يشك مع كامل الاحترام والتقدير للجميع جميعا والحقيقة انا مش من الناس اللي بحب اطلع بالعكس لو انتوا رجعتوا كلامنا عن دكتور تامر ابو العنين احنا نتكلم معاه او نتكلم عليه من المنتقى الاحترام والتقدير اما وان الراجل تلع نفع كلام وتصريحات ورجع فيها فانا لا واجب التوضيع واجب ان احنا ندفع عن انفسنا بخلاف بقى يسيبك من البعض اللي يقضي يقولك يستغل حاجات زي كي عشي يقولك ايه الحق بص يا حافية احنا شايفين شغلنا يا جماعة ومنتكلم بشكل واضح ومهني عن طريق سرد الحقيق وعرض وجهة نظر وجهة نظر الاخر احنا اتفاجئنا من اقالة بعد ثلاث اسابيع لكن انا عايز اقول رسالة لجماهيري النادي الاهلي بالذات لازم تاخدوا بالكم من حاجة الفترة الجاية الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي سيتعرض لهجوم كبير جدا ودور جمهوري النادي الاهلي بما انه في منصبه الجديد كمدير الكرة بعد رحيل واحد من افضل مديرين الكرة في تاريخ مصر الكابتن سيد عبدالحفيز دور جمهوري النادي الاهلي مسدد الكابتن خالد بيبو ومسدد المنصب نفسه خلي بالك وأي حد يشغل المنصب ده داخل النادي الأهل بالتحديد بعد تجربة عظيمة زي بتاعت الكابتن سيد عبدالحفيز فانت دورك انك تحافز على مدير الكرة الحالي داخل النادي الأهل لان احنا وضح بالنسبة لنا ان في البعض بيت تربص الى ان يثبت العكس الى ان يثبت العكس فالكابتن خالد بيبق محتاج كل الدعم من جمهور النادي الأهل انا بقول لك رسالة اهو بالشيء يسكر في وسط الكلام يعني واخد بالك لكن كمية التليفونات اللي جات لي والناس اللي بتتكلم وبتعلق اتراجع الدكتور في تصرحاته اكدت لي ان النادي الأهلي كان صح لما اقال الدكتور تامر عبو العنين وهي ما كانتش استقالة او اعتذار من قبل الدكتور ومش حيب ابد انك تاخد قرار تمام وتحس ان القرار اللي انت اخبته غلط او تقديرك فيه كان غلط لان كلنا ما نقادمين بس الاحسن من كده انك تقدر تعالج الخطأ ده بسرعة وانا بعتبر ده نجاح يعني دي اسرع اقالة في تاريخ النادي الأهلي انك تعدل قرارك بسرعة مش عيب مش عيب خالص كانش اي مشكلة غلط ممكن اه ما فيش حد بغلطش بس اتدرك الخطأ ما تمداش فيه ما افضلش انا ماسك في الغلطة اقاليش دعوة انا اخترت صح لا مش عيب حدش ما بيخدش قرارات غلط خد القرار تلعب مش مظبوط مش افضل حاجة لا احنا بنبحث دايما على الافضل فدي جزئية مهمة جدا والله العظيم يا جماعة والله العظيم يا جماعة مصدر كبير داخل النادي الاهلي قال لنا الدكتور المحترم تامر ابو العنين مش شبه النادي الاهلي مع كامل الاحترام والتقدير ليه دون التقليل من هذا الرجل من الناسبة انا اشدت بيه وقلت دكتور عظام مميز جدا لكن اول تجربة ليه مع الفرق الرياضية فبالتالي ممكن خبراتي بقاليه لان فيش حد يعني عارف كل حاجة فيش حد شطر في كل حاجة لكن عشان اقفل بس الملف بسرعة ما طولش فيه اكتر من كده انا عايز اقول للدكتور تامر ابو العنين الهوى مفتوح لك برنامج بلس 90 عشان شكوات النهار بيدعوك لمداخلة بالمناسبة هو اعتذر مبارح على البرنامج اللي كان رايحه يعني الرجل برضو رجع في كلامه يعني بشيء يسكر يعني مفروض كان يطلع الحلقة مبارح في احدى البرامج الزميلة ورجع في كلامه فيعني واضح ان دي عادة يعني ايان كان انا بدعو ان هو لو حابب يطلع يرد على التصرحات او يطلع يتكلم فالهوى مفتوح له البرنامج مفتوح له بس انا طالب منه طلب هو عارف ارقامنا بالمناسبة انا طالب منه طلب لما تيجي تطلع سواء عندنا لو انت عندك الرغبة دي او عند اي برنامج تاني انا طالب منك انك تقسم بالله العليه العظيم على الهواء مباشرة قدام الناس انك مقلتش كلام ده بس اقسم بالله انك مقلتش كلام ده نقطة ومن اول السطر انا كده وضحت لحراراتكم كل حاجة لان ده واجبنا ناحية حضراتكم لان انتو دايما دايما الحمد لله بتتابعونا وبيتشيدوا بالبرنامج واحنا الحمد لله نزعوا من احنا عندنا مصداقية عند كل الجماهير بمختلف انتماءاتها اللي بتتابعنا فده امر مهم واجب توضيحه ووجب كمان سرده بالنسبة للاجماهير عفكرة فيه اجهزة كتير جدا انتشرت بين وتطور كبير في الاجهزة الطبية في العالم بخصوص ايه جهاز فيه جهاز كده بيتقال ايه كشف الكتب تقريبا يعني بعيدة عن القصة يعني كان في العموم يعني نفسي اشوف الفترة الجاية جهاز كشف الكتب ده يكون موجود يعني لان ده حاجة مهمة بصراحة في الزمن اللي احنا فيه ده يلا ما علينا خلينا نخش في بعض الامور الاخرى الاهم من كده بكتير بعد ما وضحنا كل شيء بالمناسبة وعليش عشان نسيت حاجة نسيت حاجة مهمة جدا البوست اللي هو نزله دكتور تامر ابو العنين كتب في الآخر ان لعيبة النادي الاهلي جولي ومش عارف ايه وكلام من ده صح وان هما طب احنا هنعرف المعلومة دي منين قبل ما انت تكتبها غير لما يكون هو اللي قالها لنا خوش عليكم